من شعائر الله العظيمة والسنن المؤكدة التكبير في العيدين وعشر ذي الحجة قال تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم فيستحب الاكثار من التكبير في هذه الايام في المساجد والبيوت والطرقات فيجهر به الرجال وتسر به النساء والتكبير نوعان مطلق ومقيد اما المطلق فهو الذي يسن كل وقت من دخول شهر ذي الحجة حتى غروب شمس اخر ايام التشريق وفي عيد الفطر يكون من ليلة العيد الى ان يدخل الامام لصلاة العيد واما المقيد فهو الذي يسن في ادبار الصلوات المكتوبات ويختص بعيد الاضحى دون عيد الفطر ويبدأ لغير الحاج من فجر يوم عرفة وللحاج من ظهر يوم النحر وينتهي للجميع عقب صلاة عصر اخر ايام التشريق قال تعالى واذكروا الله في ايام معدودات قال عكرمة يعني التكبير ايام التشريق بعد الصلوات المكتوبات فاذا سلم من الفريضة واستغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام بدأ بالتكبير وللتكبير صيغ منها الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد اشتركوا في القناة